ليزا و يوليا في المقهى حرف جرئين هنا بلس داتيف لأننا نقول المكان الذي تتواجد فيه ليزا و يوليا يعني لا توجد حركة أو تغيير مكان ليزا و يوليا هم صديقتين جيدتين اليوم اتفقوا على موعد أو رتبوا لقاء في المعنى رتبا موعدا أو اتفقا على لقاء لذهاب سويا إلى مقهى المقهى يقع في وسط المدينة المقهى يقع في وسط المدينة يعني معروفة بالكعك الجيد أو الكيك الجيد يعني معروف أو معروفة بشيء ما حرف جرئ دائما يكون بلس أكوزاتيف على الساعة الثالثة بعد الزوال يعني يلتقون ليزا و يوليا أمام المقهى يعني التقى يلتقي يعني أمام هنا بلس داتيف سي امامن سيح و جيين هناين يتعانقون و يدخلون سيح امامن في المعنى تعانق هناين جيين في المعنى دخل يعني المقهى صغير ولكن مريح جدا صفة معناها مريح الجدران مطلية بألوان دافئة جيشتخيشن هو الفلشتخيشن يعني طالة أو دهنة دي فيند وهي الجدران و في كل مكان معلقة صور المناظر الطبيعية و الظهور دي لانشافتن وهي المناظر الطبيعية دي بلومن وهي الأزهار يعني توجد طاولات خشبية دي هولتستيش داس هولتس وهو الخشب و كراسي مريحة بكوام صفة معناها مريح دي شتول وهي الكراسي في هنتغروند شبيلت ليزو موزيك يعني في الخلفية دير هنتغروند تعزفو موسيقى هادئة ليزو صفة معناها هادئ و الفعل شبيلن هنا معناه عزفا ليزا و يوليا فندن اين تيش ام فينستا ليزا و يوليا يجدون طاولة عند النافذة من هنا يمكنهم مشاهدة ساحة السوق در ماركت بلتس يعني ساحة السوق هنا عندنا أكوزاتيف لماذا؟ لأن عندنا الفعل زين فعل بلوس أكوزاتيف اينو كلنرين قمت و جيبت اين دي شبايزو كارتن نادلة تأتي دي كينوغن وهي النادلة وتعطيهم قوائم الطعام دي شبايزو كارتن في الجمع وتعني قوائم الطعام في المفرد دي شبايزو كارتن الفعل جيب من بين الأفعال التي تكون بلوس داتيف و بلوس أكوزاتيف كذلك اينو يعني هم في الداتيف و دي شبايزو كارتن في أكوزاتيف غالبا الشخص يكون في الداتيف والشيء في أكوزاتيف موشتت اي اتواس تخينكن؟ فرقت زي يعني هي تسأل النادلة تقول هل تودون ان تشربوا شيئا ما؟ يا بيت زاكت ليزا ليزا تقولو نعم من فضلكي ايش نيم اينا كابوتشينو سوف أخدو كابوتشينو نيمن في البلوس أكوزاتيف عندنا در كابوتشينو لذلك عندنا أداة تنكير اينا يوليا بيشتيلت اينا لاتي مكياتو يعني يوليا تقوم بطلب لاتي مكياتو بيشتيلن في المعنى طلبة عندما تطلبوا المشروبات والطعام في مطعم أو مقهى مثلاً كابوتشينو عندما ينتظرون مشروباتهم كابوتشينو كابوتشينو بيشتيلن في المشروبات يتحدثون يتحدثون الصديقتين كيف كانت يوليا يوليا تسأل كيف كان يومكي؟ إس فا اي لانغا تاك انتفورتت ليزا ليزا تجيب وتقول لقد كان يوما طويلا إش هات فيل عبايت كان عندي الكثير من العمل دي كيلنغن برنكت دي جترنك تجلبوا النادلة المشروبات موشتت اي او اتواس اسن؟ هل تودون تناول شيء ما ايضا؟ ليزا شاوت ان دي شبايزو كارتي تنظروا ليزا الى قائمة الطعام إش هت جان اي شتك افل كوخن ساكت زي هي تقول اود قطعة من كعكة التفاح إش هت جان هذه العبارة يمكنك استخدامها لطلب الطعام او المشروبات داس شتك يعني القطعة در افل كوخن وهي كعكة التفاح و اش نام اي شتك شوكولادنتورتة ساكت يوليا تقول يوليا سوف ااخد قطعة من تورتة الشوكولاة دي شوكولادنتورتة يعني تورتات الشوكولاة عندنا ايرن لأن الفعل اصن هو فعل بلوس اكوزاتيف تتكلم ليزا و يوليا عما يريدان فعله في نهاية الأسبوع إش موشت فاندغنقين ساكت ليزا ليزا تقول اود الذهاب الى التجول فاندغنقين التجول او المشي لمسافات طويلة موشتستو ميتكومن؟ هل تودين مرافقتي؟ او هل تودين القدوم معي؟ ميتكومن يعني رافقة يوليا نكت يا داس كلنكت جوت يوليا أومأت رأسها نكت يعني أومأ بالرأس نعم هذا يبدو جيد داس كلنكت جوت داس كافي فلت زيش لنكزم ميت أندغن قستن يمتلئ المقهى تدريجيا بضيوف آخرين دي قستة يعني الضيوف أضفنا إن هنا لأن عندنا الضاتيف حرف جرمت دائما بلوس ضاتيف لنكزم صفة معناها في هذا السياق تدريجيا دي زون شاينت الشمس مشرقة شاينا يعني أشرقة و تفوح رائحة القهوة تفوح رائحة القهوة بلوس ضاتيف تستخدمه عندما تريد أن تعبر مكان ما مثلا تفوح منه أو تنبعث منه رائحة ما على الطاولات على الطاولات هنا عندنا الضاتيف حرف جرمت أو بلوس ضاتيف في هذه الحالة توجد مزهريات ظهور صغيرة دي بلومن فازن وهي مزهريات الظهور في النهاية تقوم ليزا ويوليا بدفع حسابه دي ريحنو وهو الحساب صالن يعني دفع دس فار اي شونا نخميتاك ساكت ليزا دير نخميتاك وهي الفترة بعد الزوال يا دا زولتن wir بلد فيدهولن ساكت يوليا يوليا تقولو نعم ينبغي علينا أن نعيد هذا قريبا بلد يعني قريبا فيدهولن يعني كرر أو إعادا يعني كرر أو أعادا